السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي في الله في هذا الفيديو القصير الذي من خلاله سوف أشارك معكم أحدث أو أقدم المواقع المشهورة التي تمكنك من الدرجة مع الأجانب مجانا بدون أي دفع أي مليم طبعا قبل أن نبدأ الفيديو لا تبخل عليه بالاشتراك في القناة والنقل على هنا على تفعيل الجرس والنقل على لايك إذا أعجبك الفيديو حتى أقوم بإنشاء لكم فيديوات أخرى بهذا الشكل طبعا أول موقع هو اسمه الفيكا طبعا كل المواقع تجدونها أسفل الفيديو وكلها مجانية بدون اشتراكات وبدون أي شيء المواقع التي سوف أشرحها لكم اليوم هي مواقع مجانية وبدون دفع أي مليم كما قلت لكم وأيضا هي مواقع قدمة وما زالت تشتغل إلى حد الآن وهي مشهورة شاهدوا معي كما تشاهدون هذا هو الفيكا هو موقع روسي طبعا ترتيبه في روسيا هو الترتيبه أعتقد الثاني في روسيا أو الأول كما تشاهدون ترتيبه في روسيا اثنين وتلافة وعشرون على العالم موقع ترتيبه جيد في أليكسا كما تشاهدون يوجد مفله يشبه الفيسبوك هنا السطوري كما تشاهدون السطوري كما تشاهدون السطوري مثل الفيسبوك كل شيء البوستات اللايكات الفتيات التي قمت بعملهم في اللو مثلا كما تشاهدون الصفحات التي تقوم بمتابعاتهم كل شيء مثل الفيسبوك مثله مثل الفيسبوك هنا مثل الأكاية الخاص بالفيسبوك كما تشاهدون نيوز هنا هنا البروفايل الخاص هنا الرسائل هنا الفرينز الأصدقاء هنا الفوتو هنا الميوزك هنا الناتفيكيشن هنا الناتفيكيشن كما تشاهدون التي تصلك من هنا كل شيء هنا أيضا يمكنك كيف تبحث على أصدقاء مثلا تقوم دائما بعمل لايك لايك في الصفحات الموجودة هنا طبعا تقوم بعمل لايك مثلا نقوم بالبحث على الصفحة أنا قمت بعملها لايك كما تشاهدون مثلا هذه الصفحة يوجد بها 200 لايك كما تشاهدون تنقل على البيوبل أو الأشخاص الموجودين تقوم بعمل هكذا بالسوري أو بالفأرة تتوجه إلى هذا القلب كما تشاهدون يمكنك عمل قلب هكذا أو يمكنك النقر على هكذا تتوجه بالفأرة هكذا وتقوم بالبحث النقر على البيوبل هنا ويعطيك الـ 223 الأشخاص الذين قاموا بعمل لايك للصفحة تبحث على كما تشاهدون تبحث هكذا هنا تبحث 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 على الفتاة هنا كلهم أولاد لا أعتقد أنها توجد فتاة هنا كما تشاهدون تقوم بفتحها في ناففة جديدة يمكنك استعمال التطبيق أو الدخول إليها مباشرة يمكنك استعمال التطبيق كما قلت لكم يمكنك إرسال طلب صداقة سندر طلب صداقة كما تشاهدون لهذا الشكل طبعا هذا الحساب مزور كما تشاهدون أو بأكثر من 14 كيلو أو 14 ألف بوست طبعا لا تقوم باختيار الحسابات التي تظهر مزورة كما تشاهدون تبحث دائما تبحث هنا الأصدقاء الخاص بالموجودين معي أنا هنا الأولاين تجدهم من هنا أبحث بهذا الشكل مثلا هنا هذه الصفحة أنا قمت بعمل لها لايك هكذا ثم أدخل إليها هنا وأبحث كما تشاهدون هنا فتيات أقوم بخطح هذه الفتاة الصغيرة كما تشاهدون هكذا يمكنك التواصل مع الرجال أيضا ليس هناك مشكل فقط أنا أشرح لكم ثم هنا يمكنك كتابة رسالة لها هنا كما تشاهدون منذ أربعة عشر دقيقة كانت هنا أولاين يقول لك الوقت الذي كانت به أولاين hello مثلا على هذا الشكل send أيضا يمكنك أن تقوم بإرسال طلب صداقة بهذا الشكل بنفس الطريقة بنفس الطريقة تبحث بنفس الطريقة بنفس الطريقة تبحث تقوم بالنقل نقوم بالنقل لأدفريند بهذا الشكل ترسل طلب صداقة أو يمكنك كتابة الرسالة طبعا لا تقوم بكتابة العديد من الرسالة فقط عشر حسابات أو عشرون حساب فقط تقوم بكتابة لهم الرسالة حتى لا يتم حضرك على أنك سبام وتقوم بمرسلتهم بهذا الشكل تقوم بكتابة hi بهذا الشكل تبقون بمرسلتهم تبحث دائما تبحث كما تشاهدون بهذا الشكل أكثر البلدان استعمال لهذا الموقع هم الروس والأوكران كما تشاهدون كما قلت لكم الروس والأوكران يستعملون هذا الموقع طبعا هو موقع روسي لذلك يستعمله الروس لا يستعملون الفيسبوك يستعملون هذا الموقع بشكل كثير الموقع الموالي هو اسمه ميت ميب كما تشاهدون طريقة التشجيل سهلة جدا أولا هنا طريقة التشجيل سهلة جدا فقط بالإيميل الخاص بك واسمك واللقب وتقوم بالتشجيل ورقم الهاتف وتقوم بالتشجيل في هذا الموقع وتقوم بإضافة صورة طريقة التشجيل سهلة جدا لا نتطلق لها في هذا الفيديو طريقة التشجيل سهلة جدا الكل يعلم طريقة التجهيل في المواقع المواقع الموالي هو ميتمي هو ترتيبه أيضا جيد جدا وهو موقع قديم هو يستعملون أمريكيون أكثر شيء يستعملونه هم دولة أنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية يستعملون هذا الموقع يمكنك أيضا التواصل مع العديد من الجانب من خلال الدول الأخرى طريقة التجهيل سهلة جدا أما الحسابك في الفيسبوك أو كتابة اسمك والإيميل وكلمة المرور وتختار الجنس الخاص بك وتاريخ الميداد وتقوم باختيار اللوكيشن من هنا بلدك بلدك من هنا أنا من تونس كما تشاهدون بهذا الشكل طريقة التجهيل سهلة جدا وتقوم باختيار المدينة التي تسكن بها في تونس أو في أي بلد وتنقل على أوكي وتقوم بالنقل على سين أب فري وبعد بلدك تقوم بإضافة صورة وسوف تتمكن من التواصل مع الأجانب بطريقة سهلة جدا من خلال هذا الموقع بدون دفع أي مليم فري الموقع الموالي هو التاقط طبعا الكل يعلم ما هو هذا الموقع إذا كنت تبحث طبعا على مواقع التعارف فأنت فينا فمن المؤكد أنك قد مررت بهذا الموقع من قبل موقع جميل جدا فقط تقوم بإنشاء حساب في الموقع بالإيميل الخاص بك وتقوم بتفعيله طبعا يصل ككود في الإيميل عندما تقوم بفتح هذا الحساب يصل ككود تقوم بإضافته في هذا الموقع من الإيميل الخاص بك ويتم تفعيل الحساب مباشرة وتصبح تتمكن من إرسال العديد من الرسال طبعا يمكنك استعمال كل هذا الموقع على التطبيقات الفيكة على تطبيق على يجوغل تدين لديه تطبيقي على يجوغل وتاغيط لديه تطبيق على يجوغل أبلي يمكنك تحميلها وتستعمالها بدون بعض الا ونتقوم ب Miami اختيار الفتيات من هنا الاولاد من هنا الاولاد والفتيات تختار العمر العمر من هنا كما تشاهدون من الى 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 تختار البلد من هنا مثلا كندا هنا تختار اما للتعارف او single الفتيات العزيبات الذين يبحثون على relationship موعدة المختوبة المتزوجة كما تجاه فقط single كما تشاهدون فما تنقر على upload كما تشاهدون وسوف يعطيك الفتيات الاللين حاليا والليس الاللين الاللين تجد امامها نقطة خضراء كما تشاهدون لا يمكنك مرسلتها طبعا هنا لا يمكنك مرسلتها هي قامت باخلاق المرسلة لا يمكنك ارسالها طلب صداقة عبر النقل على هنا هنا يمكنك مرسلتها عبر هكذا تنقر على الميساج وتقوم بكتابة hello وتقوم بالنقل على send وسوف يتصلها الرسالة بهذا الشكل من هنا الرسائل من هنا من قام بزيارة حسابك هنا الخطة مدفوعة يجب ان تدفع حتى ترى منزل حسابك طبعا نحن فقط نستعمل الخطة نستعمل فقط الرسائل من هنا وهنا طلب الصداقة طلبات الصداقة التي تم قبولها من هنا تجدها new friend كما تشاهدون من هنا فقط الرسائل المجانية ارسال الرسائل المجانية يمكنك ارسال عشرات الالاف هنا مجانا بدون الدفع اي مليم وهنا من يتم قبولك تجدها من هنا الموقع الموالي هو interpars هذا الموقع موقع خرافي جدا كما تشاهدون يوجد به العديد من الاشخاص فقط الطريقة التجيل سهلة جدا قمت بشرحه مسبقا على القناة اين هو قمت بشرحه مسبقا على افضل موقع للدردشة ها هو الموقع مع الاجانب قمت بشرح طريقة التجيل اذا كنت تريد العودة الى ذلك الشرح فسوف تجده في القناة ها هو الشرح اعطيكم لمحة بسيطة على هذا الموقع يمكنك اختيار هنا اما ولد وبنت او تختار ولد او بنت من هنا تختار البلد الدولة التي افريكا، اسيا، اوروبا، نورف امريكا استراليا هنا كما تشاهدون هنا صوفت امريكا جنوب امريكا او شمال امريكا من هنا تختار مثلا اوروبا البلدان الاوروبية فقط تختار العمر من هنا من هنا من 13 الى 100 نختار مثلا من 20 الى 1000 ثم نختار مع الصورة ثم نختار من هنا فلتر كما تشاهدون سوف يعطيك الفتيات الذين عمرهم من بين 30 الى 20 الى 30 كما تشاهدون هناك تجد الصفحات من هنا هناك احداشا صفحة بها الفتيات كما تشاهدون الفتيات يمكنك فتحهم بهذا الشكل وترى اذا يمكنك مرسلتها او لا تنقل على المساج هنا وتقوم بكتابة لها الرسالة وطبعا هي اذا قرأت الرسالة سوف تقوم بالاجابة عليك تجد الرسائل هنا هنا في الهوم تجد منظر حسابك من هنا هناك ايفن تطبيق على جوجل بلاي لهذا الموقع الرسائل هنا البروفايل الخاص بك هنا الستينج يمكنك حذر الدول التي لا تريد ان ترسلك من هنا من هذا الخيار وتقوم بعمل بلوك للدول التي لا تريد ان ترسلك مثلا هنا مثلا من تريد ان يقرأ الملف الشخصي الخاص بك انت او الاشخاص الذين مسجلون في الانتر بالس او اصدقائك هنا تقوم بعمل بلوك اين هي هنا بلوك الدول هنا كما تشاهدون تقوم باد اضافة الدولة التي تريد مثلا تريد ان تقوم بحظر الدول الافريقية تقوم بالنقل على هكذا وسوف يتم اضافتها هنا انا قمت بحظر دولة اسرائيل والهند تقوم بالنقل على اد هنا وتختار الدولة التي تريد ان تقوم بعمل لها بلوك كما تشاهدون بهذا الشكل ايضا هناك هنا كما تشاهدون هناك اشخاص لا يريدون التحدث مع العرب بهذا الشكل مثلا نختار هذه البنت تريد هنا يمكنك مرسلتها بدون اي مشاكل مثلا نختار مثلا مثلا هذه البنت ربما قامت بحظر الدول العربية كما تشاهدون هذه لا نستطيع التحدث معها لانها قامت بحظر الدول العربية من حسابها حتى لا يتوصل معها اي عربي كما تشاهدون بهذا الشكل لا تستطيع مرسلتها لكن هناك فتيات تستطيع المرسلتهم بدون اي مشاكل كما تشاهدون هذا لم تقوم بحظر اي لكن كما تشاهدون استطيع انها ليست عزبة كما تشاهدون الريديشن الى هنا اصدقاء الكرام وصلنا الى نهاية الفيديو لا تبقلوا عليه بالاشتراك في القناة والنقل على الزل لايك ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله